عايزة مواصفات سامر لأن ممكن يكونوا في بنات كتير وستات كتير بيشوفونا في حياتهم سامر عايزة مواصفات سامر وليلي مواصفات سامر الشك الرهيب الشك الغضب العنيف اللي ملوش أي مبرر تمام هفثانية بيغضب من غير أي حاجة تمام كل حاجة أنت السبب أي حاجة بتحصل أنت السبب حصل زلزال أنت السبب بالزبط طول الوقت أنت كدابة مردتيش على التليفون مثلا لتعدي الشارع أنت كدابة أنت شفتي الموبايل ومردتش عليش أنت مش عايزة ترد علي وكنت بتعملي إيه وانت ما بترديش أو ليه ما ردتيش أنت كنت ويتنج مع مين مع صاحبتي كنت بتتكلمه في إيه أكيد كنت بتتكلمه علي برانوية بقى طول الوقت حاسس أنه إيه الناس كلها بتتكلم عليه أو بتجيب في صرته لأنه برضو خايف من الانكشاف فكرة أنت بتتكلمي عليه مع حد فقلتوا إيه فالحد ده ممكن يكتشف أنه بيتلعب بك كوارث إيه تاني سرعة الغضب والشك والشك وإن هو بيجيب وحاسس طول الوقت أنه ضحية أو بيصور لك أنه ضحية ودي نقطة مهمة جدا عشان يفضل يكسب تعاطف اللي عندك ويفضل يعرف يضحك عليكي أكتر بالزبط فكرة أنه إيه يجي يحكي لك سمع عرفات الشخصات مثلا في منها شوية مواصفات من الشخصات النرجسية لو كنت قريتي عندها أو لو كنت توصلت بأي شكل من الأشكال مع شخصيتي ما هم الأتنين مكسب كده في الرواية هنا الإحساس عنده بالعظمة الشديدة جدا أنه هو لما حتى كتب رواية وتم الاحتفاء به هو حاسس بعظمه في مشهد في الرواية نعملاه وهو واقف قدام راية في محل وبيعمل الحركة زي بتاعة الملاكمين هو شايف نفسه كده بس شايف نفسه أنه هو متضخم جدا ذاتيا بدرجة أنه هو شايف نفسه حاجة فزيئة هنفجر من جدر التضخم وفي نفس الوقت هشاشة من جو فاضي فاضي جدا بس متضخم من بر دي مواصفات سامر ومواصفات الحبيبة كان ايه مشاكلها ايه الأزمات اللي كانت عندها يعني ما كانتش واثقة في نفسها كانت فقد حد ايه الأزمات اللي كانت عندها اللي خليتها تقع على الوقع زيئة حاجة من الحاجات زي ما قلتلك في البداية إنها ما كانتش مسموعة وهي صغيرة كانت حاسن أي كلام فما صدقت لقيت حد يسمعها طول الوقت بتدور على حد يسمع فاكتشفت بعد فترة من خلال الرواية إنها كانت دايما بتقع في إيد اللي بيسمع أكتر من بتكلم فبتكتشف إنها دايما بتبقى مع الناس عارفين عنها كل حاجة وهي ما تعرفش عنهم كل حاجة لأن هي اللي بتتكلم أكتر فاكتشفت إن دي كانت كرسة بالنسبة لها أنا ما عرفش عن اللي قدمي حاجة عني بس أنا حكي كل حاجة عني وكل الناس تعرف عني كل حاجة بالزبط اوف مشكلة كبيرة جداً حاجة تانية أنها لما كانت مثلا تتعرض للضرب من أخوها وهي صغيرة كان بابوها عشان يحل الموقف يقول لها لا هو مش قصده وهو بيحبك فبقت رابطة الحب بالعنف فلما كبرت بقت بتدور على يعني الحب في الإهانات أو بقت بتعدي العنف وكأنه تصرف عادي العنف بتدور على العنف يعني معتمدة يعني هي أول محبة سامر في الأول أو كانت معجبة بيه كان نفسها يبقى عنيف لأن هو كان بيحكي لها عن حاجات كانت بتحصل له إن مثلا واحدة يعرفها أهانته فهي مش عايزة الشخص الضعيف ده فكانت بتقول له يعني إقوى شوية لما بدأ يقوى هي بدأت تحسن هو لا أنت كده في خانة الحبيب هي بدأت تكتشف تربو الدب ده أه بالضبط قد إيه التصرفات قد إيه الأفعال قد إيه اللي بنتعرض له من وإحنا صغيرين ممكن يكون شخصية يا إما مجرمة يا إما شخصية ضحية 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 للمجتمع ضحية لإنسان أو لناس ممكن حقيقي يكونوا بلا رحمة عشان كده إحنا دايماً بنهتم في التصرفات اللي بنتعامل بيها مع أطفالنا دلوقتي وعشان كده يعني أعتقد أنه كتير مننا بيحاول يتفادى أسليب خطأ كتير جداً تربى بيها أو كبر عليها أو تعرض لها وغسوها